السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاة حامد بهالفيديو رح نعين جهاز HTC 10 بالبداية خلينا نتكلم عن الحجم والتصميم جهاز HTC 10 لا يعتبر تغيير جذري من ناحية التصميم عن الأجهزة السابقة فبنتكلم عن نفس المصنعية الجدا ممتازة من HTC اللي هي الجسم المعدني بالكامل ولكن في عنا حركة شوي بسيطة أو تغيير بسيط من الخلف اللي هو انقسام زاوية الجهاز إلى نوعا ما درجتين مثل ما بتحكوا كأنه محفوفة الزاوية علشان تصير ذات ملمس شوي مميز نوعا ما هالإشي بسهل حقيقة في مسكة الجهاز في الإيد خصوصا أنه بنتكلم هنا عن جهاز حجمه مش ضخم جدا فتقريبا نفس حجم أغلب الأجهزة اللي صنعنا نشوفها حاليا من ناحية الأس 7 الجي 5 كل هاي الأجهزة تقريبا نفس الحجم الكاميرا بارزة بشكل ملحوظ من الظهر الأمر اللي صراحة بقلقني أنا شخصيا بحيث أنه شوي العملية بتصير مزعجة أنك تحطه على طاولة أو تحطه على شيء على ظهره مباشرة فبتخاف مرات أنه الزجاج اللي بيكون موجود عليها يصير فيه إشي ولكن هالموضوع ما أثر على استعمالي للجهاز خلال الأسبوع الماضي وملاحظت وجود أي مشاكل في العدسة نفسها أما بالنسبة للألوان في الـ HTC 10 متوفر بثلاث ألوان أسود سيلفر واللون الذهبي اللي انتوا شايفينه بهالفيديو اللي أنا شخصيا بكره وما بطوقه على الأطلاق ولكن للأسف فيه وقت ما حصلت على هذا الجهاز ما كان متوفر إلا لون الذهبي ولكن مش مشكلة دي براند حلت لي الموضوع بأنه أخفيت اللون الذهبي هذا عن طريق لسكنزة اللي بيبيعوها اللي بتقدر تسمح لك أن تخصص شكل جهازك ومظهر جهازك بالطريقة اللي أنت بدك إياها رابط للشراء رح يكون موجود في صندوق الوصف للمهتمين بغطي المقدم الزجاج من نوع Gorilla Glass 4 المقام للخدش والكسر بدرجة عالية وأسفل الجهاز رح تلاحظ وجود Capacitive Touch بطلوا أزرار موجودة على شكل سوفتوير بلفة فيه عندنا هون زر للرجوع زر لفتح آخر التطبيقات بالإضافة لزر الهوم الرئيسي اللي هو مش عبارة عن زر Clickable ما بتقدر تضغطه وتحسه بدخل جوه هك فيه إشي بنضغط بل هو زر Touch فقط حساس لللمس وأيضا نفس الزر فيه موجود عندنا قارئ لبصمة الأصبع قارئ بصمة الأصبع اللي موجود في الهتيتين حقيقة من ناحية الدقة جيد جدا ولكنه مش أسرع قارئ بصمة موجود بحيث أنه لا تزال أجهزة كثير أخرى بتتفوق عليها من ناحية السرعة من الأعلى فيه أنه فتحة الكاميرا الأمامية الضخمة جدا اللي رح نتكلم عنها بعدين وفيه أنه أيضا السبيكر الخاص بالمكالمات اللي في نفس الوقت بيعمل كسبيكر ثاني بدل ما يحطوا اشتي سي في هذا الجهاز سماعتين أماميات استخدموا سماعة المكالمات نفسها اللي تكون سماعة بسموها للتويتر والسماعة اللي موجودة بالأسفل هي سماعة البيس والسماعتين حقيقة بيشتغلوا مع بعض فلما تشاغل موسيقى الصوت بيكون طالع من الثنتين ولكن بدرجات علي مختلفة وبتدرجات مختلفة فالسماعة اللي بالأعلى مثل ما ذكرت بتشتغل كتويتر للهاي فريكونسيز والسماعة السفلية هي اللي بتكون شغالة للبيس وبيكون صوتها نوعا ما أعلى بما أنه حجمها أكبر بالإضافة أنه في عنا مبني من نفس الجهاز داك علشان يعطيك تجربة أفضل لما تحط سماعات وهالكلام فعلا أثر وحسيت فيه فرق كبير لما استخدمت سماعات اللي بتحتاج لقوة عالية أنها تشتغل اللي أعطتني فعلا أداء جدا جدا مميز وأفضل بشكل ملحوظ من باقي الأجهزة من ناحية السماعات أزرار جهاز كلها تقع على اليمين كان زر التشغيل أو أزرار الصوت ولكن في عنا شي مميز جدا أولا أنه الأزرار كلهم بارزين بدرجة بسيطة من الجهاز بطريقة بتسمحلك أنك تميز الأزرار بشكل سريع ثانيا زر التشغيل نفسه بيجي عليه باترن بشكل معين اللي بيسمحلك أنك تحس بسرعة وتقدر تميز أنه هذا هو زر التشغيل اللي بيسهل كثير عليك عملية الكبس أو أنك بدك تشغل الشاشة أو بدك تطفي أو إذاك بدك تسكر الخط على سبيل المثال فحقيقة زر جدا مميز ومرضي نوعا ما لما تضغط عليه ولما تمسكه بعكس أجهزة ثانية اللي بتكون فلشت على الآخر على نفس مستوى سطح الجهاز اللي بتكون حقيقة مزعج جدا أثناء الاستعمال أما بالنسبة للشاشة فالHTC 10 مزود بشاشة بحجم 5.2 إنش بدقة كواد أجديل اللي هي 2560x1440 بيكسل هالكلام على حجم هالشاشة بولدنا كثافة بيكسلات بتساوي 565 بيكسل في كل إنش هالكلام بيعني إنه حدة المحتوى اللي بيكون على الشاشة جدا ممتازة إن كان نص إن كان فيديو إن كان صور حتى لو كبرت أو زغرت رح تكون عندك البيكسلات غير مرئية بشكل واضح حتى لو دققت ولكن بشكل عام أغلب المحتوى رح يكون شكله جدا جدا جميل على هالشاشة خصوصا إنه قديم نتكلم عن شاشة من نوع LCD اللي هي السوبر LCD 5 اللي زودتها فيها HTC واللي هي شاشة من ناحية الإضاءة جدا ممتازة ولكن ألوانها شوي ماي للزراق أو للألوان الباردة أكثر من الألوان الحامية ولكن مع هيك الإضاءة فيها جدا ممتازة عرض المحتوى رح تكون ما في عندك مشكلة إنك تستعرض وتحت شتى غروف الإنارة بالإضافة لأنه زوايا العرضة عندنا للشاشة جدا جدا مميزة ولكنها برأيي الشخصي مش أفضل شاشة LCD خصوصا كواد HD شفتها لحد الآن ولكنها لا تزال على مستوى جدا جدا عالي وبتنافس أغلب الشاشات اللي موجودين حاليا في الأسواق أما بالنسبة للكاميرا فالHTC 10 مزود بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل بالإضافة لحجم فتحة العدسة اللي هو 1.8 الكلام يعني إنه كمية الإضاءة اللي بتدخل على العدسة بتكون كبيرة واللي بتوصل للسنسور أيضا كمية ممتازة جدا ولكن عندنا هون الشيء الإضافي والمميز اللي هو حجم البيكسل نفسه اللي بيكون في الحساس فهون قد نتكلم عن حجم بيكسل يساوي 1.55 اللي هو نفس حجم البيكسلات اللي شفناه في جهاز النيكسس 6P هالكلام بينعكس على تجربة جدا ممتازة في ظروف الإضاءة المنخفضة ولكن الشيء للHTC 10 بيملكه والنيكسس 6P ما بيملكه اللي هو تثبيت الصورة البصري فهون مع حجم البيكسلات الأكبر ومع فتحة العدسة فينا تثبيت الصورة البصري الآن كل هاي الأمور ليفترض على ورق أنها تكون من أفضل الكاميرات الموجودة حاليا وفعليا هي من الكاميرات المنافسة فهي كاميرا جدا جدا قوية ولكن على أرض الواقع هالكلام ما كان يعني صراحة معي جدا ممتاز فسرعة الفوكس كان فيها كثير مشاكل من ناحية النويز اللي كانت تكون موجودة عندي في الصورة أحيانا كانت تكون جدا عالية ما عنده الكاميرا قادرة على أنها تنزل كل هاي الأمور وتعطيني صورة أنقى وأصفى بكثير ولكن بنظري الشخصي المشكلة مشكلة سوفتوير أكثر من أنها هاردوير فالسوفتوير الخاص بالإمج بروسسينج والآب نفسه وتاع الكاميرا فيه لاق شوي من ناحية التشغيل مع أنه واجهته جميلة نوعا ما فلما نتكلم عنه شكله بسيط ما فيه أي أمور معقدة عندك تسحب من الأعلى عشان تقدر تتنقل ما بين الأوضاع عندك وضع الصورة ووضع الفيديو والوضع الاحترافي اللي بيسمح لك أن تغير أمور مثل آيزو مثل الوايت بلانس مثل الشتر مثل التحكم اليدوي بالفوكس اللي بيسمح لك أنك تلتقط صور ماكرو أما بالنسبة الكاميرا الأمامية فهي بقوة 5 ميجابيكسل بحجم فتحة يساوي F1.8 مع حجم بيكسل جو الحساس ويساوي 1.34 هالكلام كله بينعكس على تجربة جدا ممتازة من ناحية كمية الإضاءة اللي بتدخل من العدسة وكمية الإضاءة اللي الحساس نفسه بيلتقطها والكلام راح تلاحظوا على السيلفيز والفيديوز اللي راح تخذهم بينها راح تكون أفضل وأنقى من كتير من الأجهزة الأخرى أيضا في عنا هنا مميزة خرافية جدا اللي هي التثبيت الصورة البصري على الكاميرا الأمامية واللي هو شي مش موجود على أي جهاز ثاني من المصنعين الكبار اللي بينفرد فيه حاليا HC10 اللي بيعطي نتيجة جدا حلوة أثناء التصوير خصوصا إذا بتصور فيديوز أو فيلاقز بكاميرا جهازك فالموضوع راح يكون جدا بساعدة لأنه يعطيك صور ثابتة أكثر وفيديوهات ثابتة أكثر ما فيها الاهتزازات الكبيرة أما بالنسبة للأداء فالجهاز مزود بمعالج من شركة Qualcomm اللي هو سناب دراجون 820 بالإضافة لمعالج المرئيات أو معالج الجي بيو اللي هو معالج الفيديو منه عدرينو 530 اللي هو معالج حقيقة من أقوى معالجات الفيديو اللي حاليا موجودة وهل كلام بينعكس على تجربة جدا خرافية من ناحية الجايمينج فما في عندك أي تنتيع أي تهنيق ملحوظ أغلب الأمور راح تكون معك ماشي بسلاسة جدا ما فيه فريمات كثير بتطير فتجربة الألعاب حقيقة جدا جدا ممتازة إذا بتستثني موضوع الحرارة اللي راح تكلم عنه كمان شوي أما بالنسبة للرامات فبنتكلم هون عن 4 جيجرام اللي بتعطي النظام مساحة جدا كبيرة ليوخذ راحته من ناحية تشغيل التطبيقات وسرعة تشغيل التطبيقات والتبديل ما بينها فهون لما نتكلم عن السوفتوير لذي نتكلم عن تجربة جدا جدا رائعة بحيث أنه HTC حاليا أعتقد هي أقرب واجهة إلى الأندرويد الخام فمن ناحية الخفة جدا خفيفة وسلسة بالاستعمال نظام التشغيل فيه عليه تعديلات بسيطة مثل واجهة HTC Sense الخفيفة جدا اللي نازلة على الجهاز أما بالنسبة لموضوع الحرارة فبشكل عام أثناء الاستخدام الطبيعي ما راح تلاحظ هلا موضوع أنه راح يكون عندك مشكلة إذا بتستعمله إذا بتقرأ إيميلات أو تتصفح شوشال ميديا لو استعملت الجهاز لساعة أو ساعتين معي شخصيا ما حمي ولكن في الألعاب وفي الأمور اللي بتحتاج لقوة معالجة كبيرة فالجهاز راح يبلش يحمى بعد ما يقارب الـ 15 إلى 20 دقيقة بشكل ملحوظ ولكن الحرارة بتكون موزعة في كل جسم الجهاز فالعملية مش مزعجة بشكل كبير بحيث أن الجهاز تقدر تشيله بإيدك عادي ما في عندك أي مشاكل ولكن بيصير دافي بدرجة ملحوظة أما بالنسبة للبطارية فالHTC 10 مزود ببطارية غير قابل الإزالة بسعة 3000 ملآم واللي صراحة كان أداءها معي غريب جدا خلال الأسبوع اللي استعملت فيه الجهاز كجهاز الرئيسي فبالأيام اللي كنت أستعمل فيه الجهاز بشكل مكثف كانت تعطيني ما يقارب الأربع ساعات من الـ Screen on Time وفي نهاية اليوم يكون ضايل عندي في البطارية من 10 إلى 5% وفي الأيام اللي ما كنت أستعمل فيه الجهاز بشكل مكثف واستعمالي عليه جدا خفيف يعني سوشال ميديا تويتر أقرأ شوي أصور شوي صور خفيفة برضو في نهاية اليوم كان يعطيني ما بين 5 إلى 10% من البطارية المتبقية على ساعتين من الـ Screen on Time فأشك شخصيا بأنه إما الوحدة اللي معي فيها إشي أو أنه السوفتوير تاعها فيه إشي أو أنه ما بعرف صراحة لأنه معظم المراجعات اللي شفتها من الناس آخرين مثل أخوي أحمد بوعركي على قناته برضو ما كان الموضوع معه نفس التجربة بحيث أنه كانت البطارية معه أفضل من اللي عندي فكانت تعطيه 5 ساعات إلى 5 ساعة ونص من الـ Screen on Time ولكن تجربتي مع الـ HCCN ما كانت صراحة consistent أنت ما كان فيها نفس الثبات من ناحية النتائج اللي كنت أحصل عليها الآن في عنا هنا بعض الميزات الجميلة اللي بتعوضانها العملية مثل دعم الشحن السريع لـ Quick Charge 3.0 من شركة Qualcomm بحيث أنه فيه هنا عنا منفذ USB Type-C اللي بسمح لك أنك تشحن الجهاز بشكل أسرع نعم ما في عنا شحن لسلكي ولكن على ما يبدو كل الشركات مش جاعة فعلها تستخدم هالميزة لحد ما أبل تنزلها وبعدين كلهم بصير يحكوا بدنا شحن لسلكي أما بالنسبة للسعر فروابط لسعر الجهاز في السعودية وفي الأردن وفي مصر راح تكون في صندوق الوصف أسفل رابط شراء من أمازون ورابط Dbrand إذا مهتم أنك تشتري راح يكون الروابط هاي كلها موجودة في صندوق الوصف هيك ممكن وصلنا نهاية هالفيديو إن شاء الله يكون الفيديو ممتع ومفيد لإلكم ما تنسونا من اللايك وشاركوا الفيديو إذا عجبكم كاما معكم صلاح حامد في أمان الله